الجهاز الهضمي للرأس حبليات تتميز الحبليات بوجود حبل عصبي ظهري أمبوبي وحبل عصبي وشقوق خيشومية الرأس حبليات هي شعيبة من شعيبات الحبليات التي تتميز بوجود الحبل الظهري ومن أمثلتها السهيم فهل تعلم كيف تقوم حيوانات تلك الشعيبة بعملية التغذية؟ وهل تحتوي على جهاز هضمي أم لا؟ هذا ما سنتعرف عليه سويا تمتلك الرأس حبليات جهازا هضميا مكونا من قناة هضمية وملحقات القناة الهضمية أولا القناة الهضمية تتكون القناة الهضمية من تجويف الدهليز والذي يليه البلعوم ثم المريء ثم المعيدة ثم الأمعاء ثم تنتهي القناة الهضمية بفتحة الشرج ثانيا ملحقات القناة الهضمية والتي تشتمل على القلم الداخلي والردب الكبدي والسيلوم والآن هيا لنتعرف على كيفية عمل الجهاز الهضمي في الرأس حبليات ثالثا كيفية عمل الجهاز الهضمي يدفع الماء والطعام والأكسوجين إلى داخل فم الحيوان والذي يفتح في البلعوم يسمى قاع البلعوم بالقلم الداخلي والذي يحتوي على أربع مجموعات غدية تفرز مخاطا يساعد على التصاق الطعام يحتوي مجرى القناة الهضمية على أهداب تساعد على تحريك الطعام ونقله في اتجاه المعيدة يتم هضم الطعام في المعيدة بواسطة إنزيمات الردب الكبدي ثم ينتقل الطعام إلى الأمعاء ليتم امتصاصه أو خروجه عبر فتحة الشرج إن كان غير مهضوم أو زائد عن حاجة الجسم يعد ردب الكبدي هو المسؤول عن إفراز الإنزيمات الهاضمة وهو بمثابة الكبد في الحيوانات المتقدمة يوجد على كل جانب من جدران البلعوم فتحات خيشومية مائلة يفصلها عن بعضها عوارض خيشومية والعوارض الخيشومية نوعان عوارض أولية وعوارض ثانوية العوارض الخيشومية الأولية تنشأ قبل العوارض الخيشومية الثانوية وتحتوي على قناة سيلومية ونهايتها السفلى مشقوقة أما العوارض الخيشومية الثانوية فهي تنشأ بعد العوارض الأولية ولا تحتوي على قناة سيلومية وهي ذات نهاية مدببة